صباح الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم الأربعاء سبع آب 2024 ضيفي في هذه الحلقة رئيس تحرير صحيفة البناء النأب السابق ناصر قندي صباح الخير أستاذ ناصر وأهلا وسهلا فيك أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن إيران وحزب الله سيرداني على اغتيال القائد الجهادي فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فالقدرة موجودة ونتصرف بروية وجعل العدو ينتظر هو جزء من المعركة والعقاب فالرد آت وحدنا أو مع المحور سيكون قويا ومؤثرا وفاعلا وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر الميدان إذن تعيش المنطقة برمتها ومعها العالم حالة من الترقب والقلق لما ستقول إليه التطورات العسكرية رفع سقف المواقف في أكثر من مكان هل يؤدي إلى ذهاب الأمور إلى مزيد من التصعيد؟ أم تبقى الأمور مرهونة بالرد وطبيعته ومكانه وما إذا كان موحدا أو متعاقبا أو مشتركا؟ الاتصالات الدولية لم تهدأ بهدف أن يكون الرد مضبوط الإقاعة وسيجورني إلى بيروت حاملا رسالة خطيرة عن عملية إسرائيلية استباقية فهل تفعلها إسرائيل؟ حول هذه المواضيع سيدور البحث مع ضيفي النائب السابق ناصر قنديل وأيضا عن تعيين السنوار رئيس لحركة حماس وهذا الاختيار أيضا طبعا بعدما أعلنت حركة حماس أمس اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفا لإسماعيل هنية خليني نبلش بخطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في الشكل قبل ما فوت بالمواقف لأنه البعض علق بالشكل وقال بأنه اعتقدوا أنه السيد سيكون غاضبا نظرا يعني لكل الأحداث والتطورات ولكن يعني شفوا أنه قوي وكان فيه رواء كان فيه رواء بإطلاله بالشكل قبل بالمضمون كيف قرأت هذه الإطلالة؟ أنا رأيي يعني طبعا الإطلالة كانت جزء منها تكريم للشهيد فؤاد شكر ولما كانتوا بتجربة حزب الله وهو بيجي بالرعيل اللي يعني يمكن ذكرهم معا كصف تاني بعد الحج عماد مغني يعني هو بذات المنزلة مع السيد مصطفى بدردين مع الكبار الذين أسسوا تجربة المقاومة أنا بعرف الحج فؤاد من معركة خلدي يعني هو من الأوائل اللي كان لهم يد في هذا البنيان وطبعا هو شخص مقرب جدا من سماحة السيد يعني من الذين تناوبوا على دور أمانة سره في إدارة العمليات لا تزال إدارة العمليات عند السيد منذ أن كان رئيسا للمجلس الجهادي قبل أن يتولى الأمانة العامة يعني عم نحكي من الثمانينات تحدث كثيرا عن مزايا بسبب هذا القرب وما فات بالعلاقة الشخصية اللي بتربطه فيه لأنه بتثير ججون وهو ما بيحب يميز أصلا بين خصوصا بين قادة الشهداء بمرتبة العلاقة الشخصية لكن ما في شك أنه كان واضح أنه عم يحكي عن حدا خسرت فيه المقاومة رمزية كبيرة طبعا ودور مهم لكن لا يؤثر على مجرى المواجهة المقاومة واثقة مما لديها مهيئة مستعدة حاضرة أنا بعتقد أنه نحن كنا نبارح قدام إطلالة الوافق يعني الترتيبات اللازمة لأسوأ الاحتمالات نستطيع أن نقرأها بثقة سماحة السيد أنه مرتاح للأمور غير قلت من تدحرجها إلى أماكن تخرج عن السيطرة لكل سؤال جواب ولكل مقام مقال بعتقد أكملت قيادة المقاومة ورفضت العمليات التحضير لكل السيناريوات ماذا لو ذهبت الأمور باتجاه كذا لدينا الجواب الفلاني أعد أنجز نعم أعد أنجز فإذا هذا بعتقد لي خليه يكون هالأد مرتاح وقادر يحكي بالسياسة مش بس بالميدان ويبتعد عن توجيه المعادلات التحذيرية اللي يحاول أن يثني فيها العدو عن القيام بعمل ما أنه إذا أراد أن يرتكب الحمقات فيا مرحبا بالحمقات نحن جاهزون للتعامل معه برأيي أكثر من هيك هو تعمد أن لا يوضح ما كان غامضا يعني ما كان غامضا بقي غامضا بقي غامضا ليش اليوم ما وضح بعض الأمور وخصوصا أنه بالخطاب السابق كمين كان فيه غموض واضح أنه فيه قرار أنه خلي الكيان جزء من العقاب كما قال هو الغموض وليس فقط الانتظار يعني الانتظار لمعرفة ما سيجري فلن ندعكم تعرفون ما سيجري قبل أن يجري وبالتالي عليكم التحسب للأسوأ الذي تعتقدون أنه الأسوأ ربما نحن نعتقد أن الأسوأ شيء آخر فلذلك كيف ومتى مجتمعين منفردين طبيعة الأهداف مؤسسات حيوية رموز قيادية مؤسسات سيادية وزارات إدارة مخابرات قيادة قوات مطارات حربية كله بقي غامضا ما فيه هذا كله مستطلع كله محمل على الإحداثيات لكن لا أحد يعلم أي منها سيكون هو العقاب الأول على الأخد رأيي أنه شيء بالمضمون المهم من اللي حكيت سمحت السيد واللي بضيء على كثير من المعطيات اللي كانت عم تتدفق خلال الأسبوع الأخير منذ الإغتيالين أنه فيه فرصة لحل سياسي فيه فرصة لمساومات لوساطات واضح أنه لا أولا المقامة وإيران لا تنظران بإحترام لأغلب الوسطاء الذين من جهة امتنعوا عن إدانة الإغتيالات امتنعوا عن انتهاك حرمة العواصم بادروا بعد حادثة مجدى الشمس إلى التسرع بالحديث عن حق الدفاع عن النفس يعني قدموا التغطية والضوء الأخضر للأعمال العدوانية التي قام بها فيها ذريعا هي للبدء بهذه الأعمال العامة هلا بنحكي عنها بس أنا عمول لو كانوا يظنون ذلك لكن ما حدا قال تعالوا نحقق حدا قال أن الوضع خطير ويستدعي ضبط النفس يستدعي الاتهمات كانت جازمة فورية يعني الدول المتوسطة رافقت الموجة الإسرائيلية الصاعدة التي توجدت بضرب الضاحية فبالتالي ما بتقدر تكون انت قلت حق دفاع عن النفس يعني غطيت العدوان علي وبعد شوية تجي تقلي نتنياهو هو بدل الحرب ليش تعطوا الحرب التي يريدها نحن حريصين وبرأي الفرنسيين يندرجون هنا يعني جبت سيرة سجر ما رح يشيروا من أرضه هلأ رح نحكي عنه لكن هو قال أننا حريصون على وطننا وأهلنا ولكن لا يمكن أن نطالب من أحد بأن نتصرف مع هذا العدوان على الضاحية على أنه في سياق المعركة القائمة منذ عشرة أشهر شو يعني هيدا الشي هل اليوم رح تتغير هل في مرحلة جديدة يعني اليوم ما بعد الضاحية الأساس هو التالي إذا الإسرائيلي ما دفع ثمن ضربة الضاحية سيرتكب ما هو أكبر منها وبالتالي أن تكون ضنينا بمنع وقوع الأسوأ يعني أن تقول للإسرائيلي ما سبق وحذرته منه أنت حذرته من أن دخول على خط استهداف الضاحية سيكون له ثمن وسيكون له تبعات وعقاب يجب أن تريه هذا حتى يرتدع ما هي المعركة كلها على الردع الإسرائيلي بعد الرد الإيراني بـ 14 نيسان فقد سطوة الردع وبدأ أن الردع ينتقل إلى ضفة مقابلة لأنه إيران هي التي ضربت الضربة الكبرى وهو لم يجرؤ أن يذهب إلى ضربة كبرى هلأ بنحكي إذا الأمر كان منعوا ليش هلأ بيقولوا مش قادرين نمنعه صحيح فبالتالي بقدر أو بآخر عملية طهران أعادت حتى يتم الرد اليد العليا عند إسرائيل عجبنا والله ما عجبنا يعني الذي وجه ضربة أعلى الآن هو الإسرائيلي صحيح بانتظار الرد تماما المقاومة بعد عملية اغتيال أبو طالب وعملية اغتيال أبو نعمي ردت ردود قاسية والإسرائيلي حتى امتنع عن الحكي عن الذهاب إلى عملية عسكرية كبرى فكان الردع في صفها بعد عملية الضاحية لا الإسرائيلي طلع المرتبة الأعلى فإذا هذا أمر مهم جدا مهم لعدم التمادي الرد عليه هو الذي يقطع فرصة التمادي صحيح ومهم لسياغة الاتفاقات لأنه كمان في ناس ما تنتبه ومبارح السيد سماحت السيد حكي عن هذا الموضوع هذا اتفاق يعني كبير وأمريكا موقع عليه ضامن له 30 سنة ينص على وقف الاستيطان بتلعت الضفة بالاستيطان فأي اتفاق ممكن تعمله على غزة بظروف اليد الإسرائيلية هي العليا يعني حبره أغلى من إيمته لأن ما سيتحكم بتنفيذه هو التفوق الإسرائيلي الذي ظهر في هذه الضربات الرد ثم الاتفاق أو الرد مفصولا عن الاتفاق هو الذي يضمن اتفاق جيد وتنفيذ حقيقي للاتفاق وخصوصي قال أنه عم ينرسم يعني مشهد الشرق الأوسط اليوم الجديد عم ينرسم اليوم هنا أنا رأيي نعم أنا رأيي أنه السؤال الأساسي هو شو اللي خليه يتجرأ لنتنياهو طوال عشر تشهر وهو يقيم مثل هذه الحسابات ويتفادى ارتكاب يعني تجاوز الخطوط الحمر وبعد عودته من واشنطن وما مدى صحة الكلام عن أنه هو يريد حربا ويريد طورية الأمريكي والأمريكي لا يريد الحرب ومحادثة بايدن أنه في أول يوم قال وأنه عيط عليه تاني يوم قال ووجه له كلمات نابية يعني أنه لازم نصدق هل أرادة يعني تحقيق إجاز قبل التسوية الكبرى نتنياهو يعني خليه خليه يساعد هالأد يعني عمليتين كيف بقرأ أنا يعني شو الطريقة اللي باعتمدها لإفهم الأحداث باعتمد التسلسل الزمني أولا الحدث الأول برأيي أنا هو تصريح الرئيس بوتين اللي استقبل الرئيس الأسد دون قمة مخططة مسبقا يعني ما أعلن أنه والله بعد يومين بعد خمسة بعد عشرة فجأة الرئيس الأسد في موسكو وفجأة بوتين يستقبل الإعلام نحن نعرف يعني وخاصة دولة مثل روسيا لما بدخل الإعلام على اللقاء ليسجل القسم الأول من الحديث فإذن هو يريد توجيه رسالة طبعا ويقول أن المنطقة ذاهبة إلى تصعيد لمين عم بيقول هو لمن يوجه كلامه أنه يعلم أنه في مكان ما من العالم اتخذ قرار بالتصعيد في المنطقة وأن سوريا معنية بهذا التصعيد وأنه بما أنه يعلم فهو معنى ولا ليش عم يحكي هذا مش محلل سياسي طبعا هذا اللي عم يحكي رئيس روسيا ورئيس الكاي جي بي سابقا المكان الماء معروف عندما يكون المتحدث هو بوتين والمنطقة هي الشرق الأوسط فإذن المكان الماء هو واشنطن التي كان نتنياهو لا يزال فيها وكانت حادثة مجد الشمس لم تقع بعد لم تقع أنا ما عارب شو عم بحكيه كانت حادثة مجد الشمس لم تقع بعد وإذ تقع في قرية أو بلدة أو مدينة سورية واضح؟ طيب نتنياهو بواشنطن تقرير استخباري يصل للرئيس بوتين والعشوب أنا مش طبصير أن هناك قرارا اتخذ في واشنطن بأخذ المنطقة إلى التصعيد لما بنسمع كلام بهالحجم وبيمرؤ عشر تيام نحن بقلب التصعيد كل شي صار بين هالكلام وبين هالتصعيد معناته هو ترجمة لهذا الكلام من حادثة مجد الشمس نين؟ سؤال إذا حادثت مجد الشمس واغتيال فؤاد شكر مربوطين ببعض بالعقل أي منهما يطالوا باليد لحساب الآخر يعني الإسرائيلي صار له أربعين سنة بجيبته ورقة استهداف فؤاد شكر وعم بيكذبه بيقول عم لاحقه مش عم بيوصله وهو قادر يوصله سعة البد وقام طب غم صارت مجد الشمس قال له يلا على فؤاد شكر والله الأقرب للعقل هو العكس أنه هو والأمريكي أربعين سنة هيك عم بيقوله حاطين خمس مليون دولار للبحث عن فؤاد شكر وصلنا لفؤاد شكر منعمل مجد الشمس لمبرر يعني عقليا صحي صحي البعض قال أنه هاي دي مجد الشمس هي دريعة للإسرائيلي لذهاب إلى التصعيد معلشي أنا عم بسأل بالمنطق أنه أيهما أقرب أن يكون خدمة للآخر اغتيال فؤاد شكر انتقاما لمجد الشمس والله تصنيع مجد الشمس لتبرير يعني أنه مجد الشمس بالإيد كل يوم فيه يعمل وحده مثله بس اغتيال فؤاد شكر 40 سنة هو عم بفتش عليه فإذن الأقرب للعائل أنه هو وصل هو والأمريكي وبرأيي هذا اللي ناقشه بواشنطن هذا اللي عرف فيه الرئيس بوتين ناقشه بواشنطن اغتيال أحد قادة المقاوم واضح وأنه في معطيات أمريكية إسرائيلية أنه أحد الرموز المهمة وصلنا له وبالتالي هذا يستدعي الاستهداف فبيكونوا قالوا له انتبه لنتنياهو مات تدحرج على حرب بأنه لا يعني منتغطى بشي شو هو الشي شفناه مجد الشمس وفوراً غطوا الأمريكان بالدفاع عن النفس يعني ما قالوا تحقيق ما قالوا ضب ليلاً وهي جزء من سيناريو الأمر الثاني اسماعيل هني رأي على إيران معروف بزيارة رسمية للمشاركة بحفل تنصيب رئيس جمهورية فإذن شو بدأ أمريكا لأنه بوتين بيدخل مش لأنه إسرائيل خلينا أحكي بصراحة بيدخل لأمرين سوريا وأمريكا لأنها سوريا ولأنها أمريكا شو في عند أمريكا بسوريا في الاحتلال في مفاوضات عراقية أمريكية تبلغ الروسي رسميا لأنه بالأول كان الكلام بالكواليس أن الأمريكي أبلغ الحكومة رئيس الحكومة العراقية الرئيس السوداني أنه نحن من هنا جاهزين هلأ لجدولة الانسحاب من العراق لأن الوجود في العراق هو الوحيد القادر على تخديم قواتنا الموجودة في سوريا ونحن لسنا بورد الانسحاب من سوريا هذه الرسالة لمن رايحة؟ لإيران وقوى المقاومة ولروسيا وطبعا لا سوريا لكن لما بتقول أمريكا أنه هي مش رح تطلع من سوريا يعني تقسيم سوريا ما نشعل عن الطاولة وحدة سوريا ليست على مدى المنظور الانسحاب التركي نفسه ممكن يعاد النظر فيه إذا الأمريكي مش فالل معناته إيران عراق سوريا لبنان بعد وتقطيع الأوصال مشروعا على الطاولة وبالتالي نتنياهو جاي لينفذ حرب بالوكالي عن أمريكا وبالأصال عن نفسه مهمتها أمرين طبعا ربح المعركة وحرب كبرى وها أنا برأيي لا الأمريكان جايبين خمسمائة ألف جندي على المنطقة ولا فيهم يفوتوا بتقاصف ناري تدميري ينهي قواعدهم ويعني أنه عم تحكي بدائرة شعاعها ألفين لثلاث تلاف كيلومتر اللي هو مدى الصواريخ أنه ما بتبقى قاعدة أمريكية ما بعتقد هذا المطروح المطروح شو هو أنه أنا رأيي المطلب الأمريكي هون صرتنا عم نحكي تحليل مع المعلومات رأيي المطلب الأمريكي أمرين الأول اتفاق في غزة يحفظ ماء وجه نتنياهو يعني يعدل على الصيغة الموجودة سواء بموضوع أنه مثلا أنه بتكون ينسحب الإسرائيلي من نتساريم وفيلادلفيا وهذا طيب تجي محل قوات عربية وأوروبية مثلا الأسرة القادة الإفراج عنهم أي شرط إبعادهم عن الضفة لأنه الضفة تعنيه يعني بمعنى إيجاد اتفاق يفرغ نصر المقاومة من مضمونه ويحفظ ماء وجه نتنياهو ويبدو في الظاهر أنه حماس صعب ترفضه لكن فصل هذا يعني هذا لازم يتم شرطه ثمنه أن تلتزم إيران وقوى المقاومة بتجميد العمليات على القوات الأمريكية في سوريا والعراق وأنه أنتوا بهمكن أهل غزة ووقف الحرب في غزة فلازم تساعدوا هذا أجلوا لنا هالملف بعدين نبقى منحكي فيه ولكن هل سترضى يعني المقاومة اليوم؟ أنا رأيي هاي المعركة الآن ولذلك الرئيس بوتين هذا التحذير قوى المقاومة في العراق كانت جمدت العمليات فهم التجميد خطأا يفهم ضعف خوف لأنه تزامن مع اغتيال أحد قادة المقاومة العراقية برأيي هذا الاستئناف يقول أن المقاومة انطردها بدون يعني منحلل وضربة عين الأسد يعني كانت خير دليل هو الضربة اللي أول مرة فيها إصابات يعني بمعنى مدروسة كي تسقط إصابات فإذا الرسالة بالدم وصلت تقول نحن مكملين معركة غزة منوقف جبهات الإسناد باللحظة اللي مش نحن منقرر المقاومة في غزة هي تقرر هي من يفاوض مسألة الرد على ضربة بيروت عبر ضاحيتها وضربة إيران وضربة الحديدة منفصلة عن دور جبهات الإسناد لذلك السيد بالخطاب الأبل هذا أنه نحن هلأ رايحين على الرد ما منعرف أينت لكن من بكرة راجعين على جبهة الإسناد لأنه هو أمرين منفصلين جبهة الإسناد بتوقف باليوم وباللحظة اللي حماس بتقول وصلنا لاتفاق لكن الرد يبقى حقا لا تنازل عنه ولا تفريط فيه هلأ نحن إذن بمحل الأمريكي والإسرائيلي أنا رأيي عم يلعبوا بوكر الإيحاء بأنه هذا الثور الهائج بده يقلب الطاولة كلها هربوا قدامه سلموا طب ولكن البعض اعتبر أستاذ ناصر أنه كمان عملتين اعتدائين بنفس الليلة لكوادر ولقادة كمان يعني مثل إعلان حرب كان من قبل إسرائيل أنه نفذ جارمتين بزيت الليلة وكأنه عم يعلم وعم بيقول أنه لتبدأ هذه الحرب أنا رأيي اليوم ليش بده يروح يعني ليش اختار التصعيد أيضا مع إيران وبقلب إيران البعض فيه كان يغتياله بدولة أخرى لا الاغتيال بدولة أخرى الأمريكان مش موافقين عليه يعني هو بروح على تركيا وعا قطر وعا إيران بقطر وبيخرب موضوع المفاوضات بتركيا عضو بالناتو فإنه مكان الأهون الأسهل وبتم إحاطة الموضوع يعني هالحشود الأمريكية ولأ إيران إنه عملي رد منخفض تعولا بيعكون اتفاق هذا اللي راح فيه وزير الخارجي الأردني إنه بنعمل اتفاق حول غزة ومحمد بن جاسم عمل تغريدة إنه الأفضل المحاولة إنه هذا هو الرهان الأمريكي هو هذا أنا رأيي بعد لهلا ما عم يفهموا ع إيران وعا قوى المقاومة الرد أكيد ما إلو علاءة لا بالاتفاقات ولا بالمفاوضات في مهابة إيران ومهابة المقاومة التي ستحكم العلاقات لسنوات قادمة ترتبط بالرد بحساب إيران أنا رأيي هاي من بركات دماء الشهيد إسماعيل هنية إنه هذا أكبر زعيم سني الآن بالعالم إنه الباقي في رؤسة في ملوك في أمرا بس ما في زعمة الفلسطين هي قضية المسلمين الأولى وهذا زعيم الفلسطينيين يعني بعد أبو عمار ما بقى في إسماعيل هنية كان فأن يقتل في عاصمة الشيعة الأولى وأن تخرج ملايين الشيعة في تشييعه وأن يصلي عليه إمام الشيعة وأن تبكيه نسوة الشيعة ما رح تضيع إيران أن ينتقم لدمه أكبر جيش عند الشيعة هذا يعني طي لصفحة الفتنة ولصفين يعني الألف سني لورا أد ما بيكون الرد عالي أد ما اللحمة الشيعية السنية أقوى أيهما أهم عند إيران اليوم يعني من أول ما إجاء الإمام الخميني على المطار بطهران قال أمرين فلسطين والوحدة الإسلامية بعدنا لها إلنا 45 سنة من روح على طهران بالسنة مرتين على مؤتمرين مؤتمر الوحدة الإسلامية ومؤتمر القدس فإيران بالنسبة لها أن يأتيها لموضوع خدمة الوحدة الإسلامية فرصة وتضيعها لتزرع فتنة يعني ليقال باعد دم القائد السنة أنا رأيي هذا ما فوق السياسة هذا ما فوق السياسة من يوم البعض يسأل لي ماذا تأخر هذا الرد وماذا سيكون عليه هذا الرد شو الأهداف المحتملة شو السيناريوهات المطروحة كيف سترد إيران اليوم أنا رأيي ما حدا بيقدر لأنه في جزء له علاءة بجهوزية الأهداف يعني مثلا إذا عم يختاروا رمز قيادي وإيران مخابراتها ولا حزب الله بس مقررين كانوا أنه مش عم نشتغل على الأشخاص يمكن هلأ ما بعرف يمكن كمان بعدهم مقررين لا بس عمول لنفترض أنه المطلوب اغتيار وزير رئيس وزارة قائد شباك رئيس مخابرات رئيس أركان فهذا الترصد والالتقاط الفرصة مش بالإيد رئيس وزارة يمكن معمول رئيس وزارة نتانياو صاحب القرار بالقتل فهذا جانب الجانب الثاني أنا برأيي لنقدر نقدر نحن قدامنا رد 14 نيسان صح كان على قنصلية اليوم العاصمة كان الارتيال لضابط بالحرس اليوم أهم قائد في العالم الإسلامي بعد الإمام الخامنئي هو اسماعيل هنية فبالتالي أنا رأيي أنه لا الرد بد يكون حد أدنى مرتين ثلاث مرات اللي شفناه بـ 14 نيسان مع شيء قاله قائد الحرس ثوري الجنرال حسين سلامي قال أنه في المرة الماضية كان الهدف هو إظهار القوة لا ممارستها الآن إظهار القوة وممارستها فإذا مش بس ممارسة قوة لأنه البعض اعتبر كمان الرد السابق بأنه أكتر منه استعراضي ولإظهار القوة ولكن الصواريخ لم يعني تصل إلى أهدافها كلها تم اعتراض يعني جزء كبير من هذه الصواريخ طبعا طبعا ما هي الهدف مخلن شوفي الإيرانية كيف يشتغلوا إحصاء عدد بطاريات الإطلاق وطائرات الاعتراض طلع معهم أنه فيه 250 قدرة إيقاف رأس طائر متفجر فإذا منطلع 250 لا يوقفوهون ومنبعث 60 زيادة لا يوصلوا 60 بيوصل منهم 20 بيوصل 30 لأنه فيه كمان بقلب فلسطين المحتلة قدرة تعامل معه أنا اللي بقدر إليك إياه اللي أنا سمعته شخصيا من 3 أو 4 أشخاص إلهم إيمتهم يعني ما بيكذبوا بالإدس قالوا لي يعني حر تصدق حر ما تصدق ونفس الكلام وفي ناس صوروا لي فيديو من الخليل أنه الطريق اللي جاي فيه صاروخ من إيران ليوصل على النقب ما لازم يمرق فوق الخليل ولا فوق الإدس قالوا لي الصواريخ كانت عم تجزدر يعني أنه عم تبرم وعم نشوفها نحن عن السطوح طلع الأف 15 طلع الأف 18 طلعت القبة الحديدية ما فيه ماشي وبتسرع وبتبطئ يعني حتى مش بسرعة واحدة ماشية إما أن ذلك تلقائي بتركيبتها أو أنه فيه تحكم ما بنعرف يعني ووصلت إلى في قاعدة النقب اللي هي يعني قاعدة مهمة جدا للطيران الإسرائيلي وبشمال غرب الجولان جنوب غرب الجولان رأيي أنه هوا اللي وصلوا الباقي كان اللي ناطروا الإيراني هاي الطائرات اللي بدها تسع ساعات لتوصل منها هذا نجيل الأول يعني أنا كنت بطهران بكانون تاني أخدونا ما بعرف ليش أصروا يعني أنه لازم تروح تزور المعرض الجو فضائي وهذا معرض علاني بروحوا عليه طلاب المدارس بس أخدونا على غرفة قال هاي غرفة كبار الضيوف فرجونا شفت طائرة بحجم الشبح لأفت 18 بحجمها يعني 20 متر مش أنه وعرض 12 13 14 متر تنشوها قال هاي طائرة مسير شو إسمها قال الشبح أي جيل هاي قال هاي يعني جيل حديث قديش سرعتها 900 كيلو متر بالساعة 900 كيلو متر بالساعة يعني بدأ يعني أقل من ساعة بتصير صف بالهدف بتصير بالهدف بتصير بالفلسطين ليه ما بعثوها ليه لأنه الهدف يقولوا للأمريكي واحد إذا قادر تنزل وحدة من هالطيارات إلكترونيا مثل ما نزلنا لك طياراتك إلكترونيا فرجينا راح نخليهم قبالك تسع ساعات بالجو فرجينا مهاراتكم وقدرتكم على الاختراق على شبكاتنا المشفرة هذا واحد وهذا تحدي خطير يعني لأن الأمريكيان جابوا المدمرات المزودة بقدرات الحرب الإلكترونية كلها كانت بالمنطقة فهذا مهم أنه ولا وحدة من الطائرات أنزلت سليمة هذا هذا أمر الأمر الثاني عم يعملوا شو سجادة نارية عم تتحرك على مدى تسع ساعات إليه بعد إعلامي نفسي حرب نفسية الإسرائيلي ناطر بيوصلوا ما بيوصلوا رأيي الآن ما عاد هذا طب ولك كمين البعض اعتبرها بشيفها بمنظار آخر أنه أول شي يعني طبعا إيران هي كدولة أبلغت الأمم المتحدة وأبلغت العديد من الدول بأنه هي ستقوم بهذا الرد يعني وكمين البعض هالتسع ساعات يعني مثل أنه عم بيقل له لإسرائيل استعد يعني أنه نحن وصل إسرائيل ما كان مش اللي استعدت صحي لأمريكا يعني معركة كانت إيرانية أمريكية شو بدي بالإسرائيل خليني أخذ كلام بايدن شو بدي بكلامنا نحن بيقول لولا مساعدتنا لكم لدمركم تدميرا كاملا طبعا جاء من إيران فإذن المعركة إيرانية أمريكية الإيراني في معركة تكنولوجية مع الأمريكية عم بيقول له شرف نزل طيارات اثنين عم بيقول له أنت عارف عم بعت لك أول جيل ولدي الكثير مما بعده ثلاثة أنا مقرر عشرين صاروخ يوصلوا رح يوصلوا رغم كل الاعتراضات الآن والانتقام لضابط في الحرس مهم طبعا لكن ما أريد قوله الآن ما عد هذا المعركة أنا برأيي هلأ رح نكون قدام مستوى متقدم نوعيا في التقنيات قدرة الإسقاط أقل رح تكون عند الأمريكي رغم أنه استنفر أكثر من المرة الماضية هالمرة صحيح وهذا اللي بدي أحكي فيه ولكن خلينا بدي أفصل فيه بدي أروح لفاصل أعلانه بدي أحكي لأنه قديش اليوم رح يكون هيدا الرد كبير لأنه صار مارئ وقت منيح يعني وممكن إن كان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول حليفة لها اليوم كلهم حضرين حتى يتصدوا ما يقولوا ما حضرنا فاجأتونا ما في فاجأناكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من المرشد الأعلى أن يكون الرد محدودا على إسرائيل خلينا نفصل بهذه المواضيع مين بجيبها ولكن بعد الفاصل مين جيبها صحف صحيفة اللواء خلينا بعد الفاصل بنفصل بعث له الرادارات أود إلى لكم مشاهدينا للمتابعة السياسة اليوم مع ضيفي أنا أبو السابق ناصر قنديل نرحل فيك مجددا أستاذ ناصر يعني بهذا أرد نرجع لبوتين وللرئيس بوتين من بعد ما كان حكي عن التصعيد في المنطقة اليوم رسائل تنقل وكأنه يطلب من إيران بأن يكون هذا محدود لديش هذا شيء ممكن يكون صحيح نعم فيه تسريب إعلامي أمريكي يعني يحاول يخلق مناخ نفسي أنه العالم كذا وكذا وعطول مراجعهم مسؤولين إيرانيين كبار على فكرة شيء ملفت أو للأمريكان نعم للأمريكان صحيح أنا بقى رأيته يمكن مش الوال ستريت لا امريكان بوليسي أو شيء أنه مسؤولان إيرانيين قالوا لنا أنه ليش عمقول ما قلوا مصداقية لأنه المعلومات اللي عندي أنا واللي هي بعتقد أنه مؤكدة أنه مستشار الأمن القومي أو سكرتير مجلس الأمن القومي الأمريكي الروسي لما بيروح على طهران عادة الوساطات السياسية بيروح بوكدانوف بيروح لافروف مش سكرتير مجلس الأمن القوم سكرتير مجلس الأمن القومي تلقى طلبا إيرانيا بطلبية أسلحة ومعلن يعني إيران طلبت بطاريات أس أربعمية وطلبت عدد بعتقد ستين طائرة من السوخوي أس خمسة وثلاثين اللي بتعادل الأف خمسة وثلاثين وكانت روسيا موافقة لكن يعني أنه في وقت الرسالة التي جاءت إلى طهران أن البضاعة جاهزة وهي في الطريق وبعتقد هوي وهناك بدأ الجسر الجوي الروسي لإيصال المطلوبات الإيرانية لأنه الإمام الخامنئي إذا انتبهنا بالكلام العلني اللي صدر عنه أنه وجه القوات بالإعداد للرد هجوميا ودفاعيا لما قد يترتب على الرد فبالتالي دفاعيا الإيرانيين عم بيقولوا أنه والله نحن في عنا حاجة لكذا كذا نحن بالمنطق لما بيكون بوتين حذر من التصعيد أكيد مش حذر من الانزلاق إلى التصعيد حذر من خطة التصعيد وهذا مبرر الحديث أمام الرئيس الأسد والعنوان سورية فبالتالي إذن هو يعلم أن المستهدف هو إيران وأن المطلوب أن تكون إيران قوية لأن المعركة التي لا تخاض في المنطقة لإضعاف الاندفاع الأمريكية سوف تخاض على حدود روسيا يعني فأنا أقول بالمصلحة ما إلو مصلحة يعني بوتين ما إلو مصلحة يدعي للتهديئة مصلحته أن تكون إيران أشد صلابة شو ناقصكم لتكونوا يعني البيان تبعكم ما عاجبني هيك طري شوي لازم تأووه فإذا قالوا له ناقصنا بعض الإشياء لن تكون أقوى خيقولوا شو بتكون لا لأن المعركة عندما تخاض هنا فهي تجنب روسيا خطر معركة عندها ورأيي هذا بيخص الصين أيضا لذلك الآن شو بتحتاج إيران لتكون في أفضل مصادر قوتها ما عاد الموضوع فلسطين لأنه موضوع فلسطيني بيحرج الروس والصينيين من زاوية أنه هني ما بدون يكونوا طرف لما يفدوا دور الوسيط أنه بكرة في مؤتمر دولي وإلى آخره وإذا عال لكن موضوع شوريا ما ننسى أنه عم نحكي الرعيم الصيني وقع معاهد التعاون استراتيجي مع الرئيس بشار الأسد قبل شهور قليلة وروسيا متموضعة في روسيا في سوريا وهي قاعدتها الأهم خارج الحدود الروسية فبالتالي معركة سوريا الآن مش معركة يعني أمريكا فوضت نتنياهو بأن يواجه مين معركة سوريا هي روسيا حزب الله إيران طيب هلأ هني فاتحين المعركة مع اثنين من الثلاثة صح إذا ربحوها على اثنين من الثلاثة التالت خسر ما عاد في نزوم يواجهه طبعا وما بيقدر وهو أصلا أنا أتذكر وقت اللي كان الحاج قاسم سليماني الله يرحم وراح شايفه للرئيس بوتين بعد الاتفاق النووي واستغرب وقت الرئيس بوتين عم بيلغولكم الاتفاق أنا هذا الكلام هو حكي لي ياه الحاج قاسم أنه قال له الرئيس بوتين بدك نتعاون لنحسم بحلب وبركي لغولكم الاتفاق قال له الإمام يقول أنه نحن الاتفاق نووي صرف بيلغوا كنا عايشين قبله ومنبقى عايشين بعده لكن الأمر يحتاج إلى حضوركم فبيقول له أنا موافق بعد النقاش والتقدير الموقف لكن عندي شرطين الشرط الأول أنه حزب الله بد يكون شريك في المعركة الميدانية والشرط الثاني أنه إيران بد تكون بخبراءها بإمكانياتها المادية والعسكرية نحن منقدر نبعد طيران يلعب دور لكن في بنية بدت تتأمن أنتوا بدكن تتحملوا تأمينها يعني تحديدا على المستوى المالي تمويل المعركة والبنية البشرية ما يعنيني هو حزب الله ولذلك أنا بذكر وقت اللي صارت قبل ما تصير معركة حلب الخبراء الروس بيقترحوا تكون الجولة الأولى دير الزور فبيعرضوا على الرئيس بوتين الخريطة يعني الخطة الأخيرة لغرفة العمليات فبيقولوا ماني شايف حزب الله بالقوة فبيقولوا له لأن حزب الله رفض أن تكون دير الزور لأنه بقراءته أنه في مسافة الصحراء البادي كلها وهو يقترح أن تكون حلب المعركة الأولى لرمزيتها أنه نروحوا على حلب شو ما يخذكم على دير الزور يعني بالتالي بيعرف الرئيس بوتين شخصيا مش عم بحكي أنه يعني المسؤولون الروس لا هو اللي كان يدير هذه المرحلة فبيعرف جيدا أنه إذا المستهدف إيران وحزب الله لتأمين بقاء القوات الأمريكية في سوريا فإذن روسيا لن تستطيع أن تفعل شيئا إذا تمكنت أمريكا وإسرائيل من أن تبقى صاحبة يد عليا إضعاف الهجمة والاندفاع الأمريكية الإسرائيلية يحتاج إلى أن تكون إيران وحزب الله في موقع أقوى أنا رأي هذه رسالة الرئيس بوتن وبالتالي أنا بأعتقد المعركة الآن هي معركة هذه الجولة ولكن أمين عام حزب الله بالأمس عم يقول ليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول بقتال دائم بل المشاركة بالدعم السياسي والمادي والعسكري والمعنوي وأيضا التسهيلات طبعا هلأ إيران مش هي المبادرة تردي عليها يعني إيران المرة الماضية لو ما قصفت قدصليتها طبعا هلأ إذا وقفت الأمور هون خلص إيران منا ما بتعمل حرب يعني إيران دولة إسناد لقوى محور المقاومة اللي هي جبهات إسناد لغزة طب هل الأمور فعليا ذاهبة إلى التصعيد أم هيدا الجواب يعني يعتمد على اليوم الرد اللبناني مش على الرد الإيراني يعتمد بعد الرد ما بعد الرد هل أن أمريكا هل أن أمريكا ستسمح لإسرائيل بخلاف ما جرى بـ 14 نيسان لأنه هلأ عم تقول بدي يورطنا بـ 14 نيسان ما قالت بدي يورطنا نتنياهو وهلأ عم تقول لناله من ساعدك هالمرة بس ما فينا نساعدك مرتين هذا الحكي عن لسان بايدن صحيح لكن ما بيتصدق عظيمة إحنا شو عم نقول إذا كان هذا الكلام صحيحا فإذا بتاكل إسرائيل الكف اللبناني والكف الإيراني وبتمسحه بجلدة ومنرجع على مفاوضات غزة ويا دار ما دخلك شرق يعني تنتص الضربة وتعود اليد العليا حيث كانت قبل اغتيالات الضاحية وطهرات صحيح إذا ردت إسرائيل بعكس ما فعلت في 14 نيسان يعني أمريكا ورى الرد وبالتالي عندها أنا برأيي الخطر أكبر بكتير في التوسع ليه؟ لأنه إيران والمقاومة بيعتبروا أنه إذا أمريكا القواعد الأمريكية في دائرة الأهداف في الرد على الرد وبالتالي هون بديك تشوفي بحر أحمر بديك تشوفي هرمز بديك تشوفي متوسط يمكن تشوفي مقر الأسطول الخامس بالبحرين قبل ما توصل للعيدين يعني هون منفوت بييمكن الحرب ساعة الأقليمية اللي يعني تحقق أنه اللي بتضغط من إطار الرد والردود لا كمان بعد يعني بيعتقد في مراحل دونها لأنه رأيي أنا أمريكا طيب ماذا بعد يعني أنه بدأت شيل قواتها من المنطقة وتفل بدأت سلم المنطقة كاملي يعني أنه الانسحاب من سوريا والعراق بيسلم شمال المنطقة لمحور المقاومة صحيح إيران عراق سوريا لبنان لكن توسيع دائرة المواجهة إلى الخليج والقواعد الأمريكية في الخليج بيسلم المنطقة كلها يعني بيعمل فراغ استراتيجي كبير الأمريكي سيصل إلى هنا برأيي ما بعرف هي تحليلي لطريقة التفكير الأمريكية أنه الأمريكي لاعب بوكر يعني بيوحيلك أنه عنده وراء قواية بركي بتنسحبي من الداء أنه بركي هلأ إذا قال أنه العين حمراء وهذا نزلق لحرب وكذا هاي قوى المقاومة تعرفش تلعب بوكر أصلا لتعرف قواعد البوكر هاي قوى المقاومة ما بتلعب شطرانج طب اليوم أيضا يعني يحكى بأنه من بعد ما هي بتعتبر يعني إسرائيل صار لها يعني من وقت الضربة والاعتداء على لبنان وهي تنتظر اليوم هذا الرد وتعيش حالة من الرعب يعني والذعر لهذا الرد اليوم عم بتقول أنه ممكن يكون في ضربة استباقية للبنان قبل الرد للبنان قديش هيدا الشي ممكن تقدم عليه اليوم إسرائيل من بعد هذين الاعتدائين أنه كمية تعمل عملية استباقية هلا أنه تعمل عملية وسي جورنيف بده يجي إلى لبنان تيحذر من هذا الموضوع تحذيراتهم أنا رأيي مش هي اللي بتقدر يعني إذا الإسرائيلي عملية استباقية بعتقد كلام كبير يعني لأن شو يعني عملية استباقية يعني عملية تحول دون الرد ما في شي بحول دون الرد إلا اجتثاث المقاومة وهذا فوق طائد أمريكا وإسرائيل معا بتزيد قدرة يعني فإذن خلينا نستعمل تعبير أدق يعني عملية استباقية أنا برأيي فوق طاقة أمريكا وإسرائيل معا لأنه مفهوم العملية الاستباقية أن تمنع حدوث الرد هذا لن يحدث سيضاف إلى الرد رد على العملية التي يمكن أن تقوم بها وهاي بتكون أنه نضجت عند عملية اغتيال تانية مثلا بسبب رصد أمريكي لأنه هذا كله رصد أمريكي هذا مش إسرائيلي بصمات صوتية وأكمار صناعية فبكون نضجت عملية اغتيال أخرى وهك هك بناكل أتله خلينا ناكلها على اثنين بدل من ناكلها على واحد يعني بسموها عملية استباقية وبيطلعوا لك أنه هذا الذي تم استهدافه كان هو المسؤول عن التحضير لعمليات الرد والآن باتت إسرائيل بأمان أكثر أنا رأيي تجربة إسرائيل مع الأمان الأكثر يعني الإسرائيليين لازم يرجعوا يعني يقروا تاريخهم يعني يقولوا هلأ مثلا طبعا سماحت السيد عباس الموسوي الله يرحمه كان قائدا عظيما وفدا لكن هم يقولون الآن أنه نترحم على أيام السيد عباس مع السيد حسن طيب هلأ بديوا يترحموا على أيام إسرائيل هنيه معي حياس النوار يعني المنطق بيقول أنه هذه الاغتيالات لا تفعل شيئا يعني تزيد التجذر وتزيد القدرات فإذا في عمل استباقي مفهوم العمل الاستباقي هو الحؤول دون الرد هل ثمت شيء تستطيع إسرائيل فعله يعطل قدرة الرد عند حزب الله أو عند إيران أنا أقول بالتأكيد لا ففي عمل تصعيدي آخر ممكن لكن هذا يرفع من منسوب الرد ويجعل الرد أشد قساوة وأشد قوة وربما يعني دائرته تصير أوسع طب بكلام أمين عام حزب الله حكي عن الأهداف الموجودة في الشمال المصانع الأراضي أيضا الزراعية والخسائر اللي ممكن أن تمنى بها إسرائيل يعني برأيك إلى أي مدى وصلوا الرسالة أنه هذه هي الأهداف الأولية واللي ما تاخد معنا نص صيعة لا أنا ما بعتقد بعتقد هذا جزء من شو الكلام عن فيما لو وقعت الحرب آها أنه مثل يعني أنه لما عم بتقولي أربعين خمسين مستوطني فيهم حوالي أربعمائة لخمسمائة مصنع بنص صيعة بتقدر تدمرهم المقاومة فلا تتخيل حجم القدرة الناري هل يمكن أن يكون هذا هو الرد أنا شخصيا أستبعد يعني أنا رأيي أولا في رمزية العاصمة نحن عم نحكي ضاحية بيروت الجنوبية ضاحية بيروت الجنوبية يعني بدك تشوفي ضاحية من ضواحية الأبيض ولكن هم بهذا الإطالبات اعتبر أنه هي كانت تستهدف القائد العسكري الكبير فؤاد شكر يعني لو وجدته يمكن بالجنوب كانت طيلته بالجنوب كويس لكنها مش هذا ولا لا كان في رسالة من الضاحية لكنها عندما عرفت أنه في الضاحية لم تعتبر أن انتهاك حرمة العاصمة وضاحيتها يشكل تجاوزا لخط أحمر كبير هذه هي المسألة مثل أن اسماعيل هني كنت عم تقولي كانوا بيقدروا يقتلوا بقطر بيقتلوا بتركيا بمكان آخر نعم لكنها عندما قررت قتله في طهران لم تقم حسابا بأنها تتجاوز خطا أحمر كبير وهو استهداف العاصمة الإيرانية فإذا هي عليها أن تدفع عقوبة القتل وعقوبة اجتياز هذا الخط الأحمر وبالتالي الرد يحقق الهدفين أنا رأيي اغتيال القائد فؤاد شكر يمكن يلبي استهداف منشآت وتكبيد خسائر وهذا لكن استهداف الضاحية يحتاج إلى رسالة رمزية موازية جغرافيا مثل استهداف طهران مثل هلأ أني يقول الإسرائيليين مثلا أنه اليمنيين يمكن يردوا على الحديدة باستهداف حيفا لماذا يقول حيفا لأن حيفا ميناء مثل الحديدة وحيفا فيها خزانات وقود فيها محطة كهرباء بما أن الغارة على الحديدة استهدفت فإذن فيه تناظر وتماثل وهذا مفهوم لآلة إيران وفقا لقواعد القانون الدولي بمعنى التماثل فراء أنه ما فيك تروح إذا اغتالوا حدا بطهران تروح تدمر الأحياء السكنية بتل أبيب وتقول هاي الطريقة الإسرائيلية إيران لا عم تذكر أنه هي ما بتشغل على الطريقة الإسرائيلية بتدمر غزة لأنه بدأ يحيى السنوار أو محمد ضيف يعني اليوم إيران ممكن أن تذهب إلى أغتيال يعني ساعتها وممكن مؤسسة سيادية بحجم الرموز يعني إذا قصفت مقر رئاسة الحكومة ودمرته ونزلته على الأرض مثلا وإذا كان خالي يعني ما في مركز رئاسة حكومة هلأ مخبيين يعني أنا برأي أنا برأي لا هلأ عم بعيشوا حالة دار كتير كبير وأكيد إخدين احتياطيتهم أنا بأعتقد طبعا مبدأ استهداف تل أبيب على كل حال وإسقاط مبنى رئاسة الحكومة انتبه يعني مش بسيط يعني مش أنه هذا مش مقتل ملازم الشرطة اللي عم يحرس المبنى هو اللي بيعطيه إيمة هذا رمزية سياد أن عاصمتكم ومقراتكم الحكومية الأولى فيها ليست آمنة ليست حصينة ليست خارج نطاق نيرانينا ها هي المعادلة طيب أوكي قديش اليوم ممكن يكون هيدا الرد من المحور ككل لأن أيضا بكلام أمين عام حزب الله مبارح كمان ما خلنا أنا بأعتقد جزء من التضيع تكون واضحة جزء من التضيع لألك ليش لأن الإسرائيلي تستعد لخمس جبهات بالرد يعني الإسرائيلي إذا بدي يعمل حساب الرد المتوازن مضطر يعمل ترتيبات مختلفة عن الردود المتفرقة صح يعني بالرد المتوازن شو لازم يساوي بيقول مثلا إذا جاي من إيران من الشرق وإذا جاي من لبنان من الجنوب وإذا جاي من اليمن من الشمال فالثلاث جهات ما بتغطيهم أي رادارات قبة حديدية معا فبدوا يكون عنده بكل نقطة بدوا يحميها ثلاث شبكات قبة حديدية وإلا بيكون مكشوف من ميلي صح وبما أنه استطلاع المحور عيون مفتوحة كما يقول الهدد وتسجيلاته فإذا رح يعرفوا وين فيه ثلاثة وين فيه اتنين وين فيه واحد ومحل ما فيه اتنين أي ميلي المكشوف رح تضرب ميلي المكشوف حتى مش مضطر يكون متزامن يعني ممكن بالاستطلاع ينعرف أنه حط بطارية في واجهة الخطر الإيراني وبطارية في واجهة الخطر اليمني فبيقوم بيضرب حزب الله وممكن العكس يعني أنا رأيي هذا جزء من التكتيك العسكري هذه التعمية هي استنزاف قدرة تخطيطية واستنزاف نشر الموارد المادية والبشرية أنا أعتقد أنه الأهداف السيادية الإسرائيلية الحكومية الأمنية العسكرية وزارة الدفاع قيادة الشباك هذه كلها أهداف محتملة المطارات العسكرية المهمة لا ما رح تكون العملية على ضربي واحدة أنه ولا ضربنا صاروخ بقلب قلق الأبيب سيهز الكيان يعني برأيك أساء نتنيهو التقدير وارتكب خطأا مصريا في تقدير الموقف من خلال هذين الاختيالين وهل هو شو مفتكر أنه محور المقاومة يعني اليوم لن يرد أو أنه يعني سيقتلع هذه الإهانات لا هو بعده بأي إطار يعني خليني لك هو بعده متأمل أنه بيقدر يطور الأمور بعد الرد برد وأمريكا تحميه وتتصاعد بحيث يصبح مصير الهيبة الأمريكية ومصير الهيبة الإسرائيلية واحد وبالتالي تضطر أمريكا أن تحشد كل مواردها في الدفاع عن هذه الهيبة أنا رأيي أنه الأمريكان ممكن يمشوا معه مرة واثنين وثلاثة لأنه صار عنده قضية خاصة اسمه بقاء الاحتلال في سوريا إلى أن ينضج لديهم الأمر بين خيارين إما القبول بالانسحاب من سوريا أو الذهاب إلى الحرب الكبرى تجربتهم السابقة بتقول أنه لما وضعوا بين هذين الخيارين قرروا الانسحاب يعني لما وصلت لأمور أنه يا بيروحوا على حرب كبرى يا بيأخذوا انسحاب قالوا انسحاب لما لقوا ما عاد خيار الحرب الكبرى على الطاولة رجعوا بقية طب ليش عم بيقول كان المرشح الرئاسي دونالد ترامب عم بيقول كان أنه نتج إلى حرب عالمية ثالثة أن يصدر هذا الكلام عن ترامب وبهذا التوقيت أنه دليلته أيضا لا أنا رأيي أنه هو يسامع يعني أنا ما بقبضه كثير جد لترامب أنه عقل محلل لكن أنا رأيي فيه جو خليني يقول الرئيس بوتين له مدة بيحذر بيحذر من التصعيد بيحذر من حرب نووية خاصة أنه أوكرانيا ما عادت قادرة تصمد مدة طويلة يعني هلأ الناس ما تشهولي هون مش عم بتتابع اللي عم بصير لكن وصلت إلى الحسم يعني كل يوم والتاني فيه ثلاث أربع بلدات يعني تقدم روسي النيران سيطرة روسية الدخائر الغربية مش كافية الجيش ما عد فيه بنية بشرية عم بيجنده الناس بالقوية عم شوى صور الفيديوهات سحب بالشوارع هم ما بدأتل فيه هون يعني يعني أنه فيك تجيبون على الجنديه بس هو بدني قاتلوا يواجهوا ففي وضع سيء لدرجة أنه أمين عام الناتو بيقول ننتظر أخبار سيئة مفاجئة لا نعرف متى يعني فإذا حدث هذا تأدير الرئيس بوتين لا شيء يمنع خاصة أنه فيه تطوير لأسلحة نووية تكتيكية مفعولة الإشعاعي محدود مش كلنا كزاكي وهيروشيما لأنه بس تقولي أسلحة نووية الناس بتقول لا 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 هذا دمار العالم لا فيه محل لا فيه تكتيكية صحيح ومحدثة محدثة اللي هي أنه بعد ساعات في نوع من الأسلحة النووية التكتيكية بعد استخدامها بساعات تستطيع القوى البرية أن تدخل المكان يعني نفس القوى التي أطلقتها بتقدر بعد أربع إلى ست ساعات تدخل المكان فهي هو بحد من استخدامه نعم تزويد يعني وحدات أمريكية خاصة تأتي وتقصف أهدافا روسية شو يعني الأهداف هاي مهمتها هالنوع من القنابل المجمعات المحصنة بتنزل تحت الأرض 200 و300 متر مش 50 و60 متر اللي هي حدود البيتيو اللي بيستعملوها يعني الأمريكان الألف رطل لا لذلك إذا بدون يضربوا المفاعل النووي الإيراني ممكن يستعملوا هاي إذا بدون يضربوا أنفاق حماس في غزة ممكن يستعملوا هاي ووراها يتم الهجوم فإنه بيئو كرانيا عنده هذه الخشية وهو يقول إنه إذا تم مثل هذا فنحن فعلنا منظومة الردع النووية ونشر بروسيا البيضاء نشر الأمريكان لأسلحة متوسطة في ألمانيا مش عمل هيك طبعا روحته على كوريا الشمالية وهي دولة مشكل نووي مع أمريكا مش راح يحكي على المأكولات الكورية هذه تحالفات اليوم أمنية نووي مش شيء تاني التحالف مع كوريا مع إيران هل كمال خرازي مستشار الاستراتيجي للإمام الخامنة من شهرين إلو تصريح ملفت إنه إذا تعرضت إيران إلى تهديد نووي منين بدأ يوجد تهديد النووي هلأ بلشنا نسمع نحن عن أنه ممكن النووي التكتيكي يكون طرف بالحروب فمن وقته عم بيقول الدكتور خرازي لا شيء يقول أن إيران ستبقى على فتوى تحريم إنتاج السلاح النووي فإذن حكي ترامب إله أرضية يعني بس مش أنه الحرب العالمية اللي سيفنى فيها الكوكب لا بس أنه فيه توتر الأمريكي تراجع مش عم بيسلم بالمعادلات الجديدة في حالة إنكار عالية المستوى الإسرائيلي شو هي الحروب اللي خاضة يعني أنه أنا حدا نسأله على كل حال باراك سأله إيهودة باراك قال له فيك ترجع المستوطنين على الشمال بعد اغتيال فؤاد شكر فإذا ما فيك ترجعهم لشو غتلته فيك تخلي البحر الأحمر يفتح قدام سفنة بعد ضرب الحديدة إذا ما قادر تفتحه حاجة تتباهى إذا اغتيال إسماعيل هنية ما بيجيب الأسرة شو قيمته وبالتالي أنه الآن أنت بتقدر تعمل شو وتقول عملت 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 مشاكلنا هاي هي صح عندنا مشكلة الأسرة وعندنا مشكلة السفن وعندنا مشكلة المستوطنين المهجرين وبعد ما قدرت تتحل وهو ما عندك جواب كيف بتحلهم يعني مش بس ما قدرت اي ما عندك جواب كيف راح تحلهم كيف راح تحلهم صحيح وبالتالي يعني والأمريكي طيب تضرب مركز روسي بقنبلة نووية تكتيكية شو بتحل مشكلة أوكرانيا بدك تعترف بحقيقة في عالم جديد قيد الولادة قيد التشكل لم تعد صاحب اليد العليا فيه وإنت إسرائيل بدك تعترف فيه لم تعودي صاحبة اليد العليا في الإقليم واضح أنه مثل هذه الاعترافات ولادتها عسيرة وبالتالي ممكن تكلف دماء أكثر ومخاض أكثر حتى نصل إليه يعني إلى السنوار اليوم بدأ أحكي شوي عن تعيين يعني خلف لإسماعيل هنية وأعلنت حركة حميس اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي بدنا نشوف يعني قدش كنج هو جواب عقابي لإسرائيل ونتنياهو على قرار اختيال هنية مثل ما كتبت حضرتك اليوم بصحيفة البناء ولكن بعد هذا الفاصل الأعلاني فاصل ونعود أعود إلى لكم مشاهدين على متابعة السياسة اليوم بالمحور الأخير من هذه الحلقة برجع برحب بضيفي أنا أب السابق ناصر قندين رح فيك مجددا أهلا أعطيك ألف عافية إلى فلسطين فلسطين مثل الطوفان ومن خارج المتوقع والمألوف وبإجماع مؤسسات حركة حماس تم اختيار القائد يحيى السنوار خلفا للرئيس الشهيد اسماعيل هنية قدش كان هذا التعيين هو جواب عقابي آخر على إسرائيل ونتنياهو على قرار اختيار هنية شوفي أنا رأيي في فرق بين الأسباب الموجبة لاختيار يحيى السنوار وبين العوائد الإضافية المكاسب الإضافية المحققة البعد العقابي هو من المكاسب الإضافية يعني هو الإكرامية التبس لكن الأساس بعتقد له علاقة بإشيات تانية في مجموعة مكاسب إضافية نحكي عنها خليني أقول الأساس في الاختيار ما رأت الحركة الوطنية الفلسطينية بمراحل من هذه المراحل في مرحلة أولى اللي كان رمزها ياسر عرفة أبو عمار وبرأيي انتهت عمليا بأوسلو لكن أعلنت نهايتها مع نهاية حياة أبو عمار مغتالا الرأيي الإسرائيليين قتلوا وبعده انتهت مرحلة السلطة الفلسطينية صعدت حماس من انتفاضة الحجارة من 86 إلى 87 لكن تعظمت بعد الآلفين وكان زعيم المؤسس الشيخ أحمد ياسين ثم الزعيم الثاني برأيي كان إسماعيل هني صحيح خالد مشعل ترأس المكتب السياسي لكن بحكي بالمحطات التاريخية اللي ارتبطت بعناوين كبرى لدور حماس وبرأيي أنه الآن تدخل حماس مرحلات أنه هي من يقود المقاومة على يد السنوار يعني من سيف القدس إلى طوفان الأقصى فإذا انتقال القيادة إلى رمزية هذا التلازم بين الطوفان والسنوار هو الأمر الطبيعي يعني في المرحلة الجديدة لهذه الحركة الوطنية الفلسطينية اللي عنوانا اليوم تتصدره حركة حماس فإذا هذا بالبعد الأول أنه تتويج لمسار بقلب الحركة الوطنية الفلسطينية لعبته حماس ولمسار بقلب حماس لعبه السنوار الأمر الأمر الثاني أنه إذا كانت المقاومة على المستوى الشعبي الفلسطيني استطاعت رغم كل الضحايا والآلام اللي رافقت ما بعد الطوفان لا يزال الشعب بغزة صامد وراء المقاومة وإذا كانت استطلاعات الرأي اللي عملتها مثلا عملها مركز البحوث والدراسات الفلسطيني برام الله نمول من الألمان بتقول 73% من الفلسطينيين في غزة وفي الضفة لا يزالون يرون أن قرار الطوفان صائب رغم كل ما عبر من تضحيات فإذا الشعب الفلسطيني عم يختار عم ينتخب هذا الخيار المنطقة أنه حماس الطوب يعني ما هو يعنيها لأنه الطوفان يعني السنوار صحيح لو الموقف الشعبي مثلا مختلف بتصير مضطرة حماس توازن بين جناح عسكري عن بيقاتل وبين قيادة قادر يتحاكي هذا المزاج الشعبي المخالف أما وأن الشعب يزداد تمسكا بالمقاومة بيطلع 98% في الضفة 92% في الضفة بيطالبوا باستقالة محمود عباس و2% بيقولوا لا للاستقالة يعني 70% مع حماس هذا يعني أنه يعني مع الطوفان هذا يعني أن مؤسسات حماس معنية بأن تواكب هذا المزاج الشعبي الفلسطيني المتمسك بخيار الطوفان ثلاثة أنا بعتقد أنه أي اختيار بيعمل مجال أنا بعتقد مين ما إجا كان في قرار بحماس المفاوضات غزة هي المقرر فيها لأن الأسرة عندها وقف إطلاق النار عندها فبالتالي مين ما إجا القرارات ما رح تتأثر لكن يعطي الفرصة للتلاعب الإعلامي والسياسي بالقول راح المتطرف إجا المعتدل القطريين بيمونوا أكتر الأتراك بيمونوا أكتر يعني كل هذا الضخ قطع الطريق عليه وأنا رأيي بإجماع حماس يعني بمشاركة الرموز اللي كان ممكن يكونوا مرشحين وهذا يكتب لهم بالحقيقة وأنا كتبت هيك أنه حدا مثل خالد مشعل أنا أختلف معه على كتير من الإشياء بتاريخ إدارته وقيادته لحماس بس أنا برأيي أنه ما حدا يقول أنا مرشح أنه بتكون السنوار خليه نصوت وراء وراء ونشوف مين بفوز ولا حدا عمله مجرد أن طرح اسم السنوار حازل إجماع بكل مؤسسات حماس فإذن هذا يعني الترفع والكبر بإيصال هذه الرسالة ولكن أنا بدي أسأل إلى أي مدى مع وصول السنوار سيبدأ طوفان ثان مع تنصيب السنوار قائدا تاريخيا لمشروع الوطني الفلسطين رح إليك اليوم يعني كيف رح يغير اليوم تعيين السنوار من مسار هذه الحرب أولا أنا برأيي إن شالت من البال ومن الطريق كل الأحاديث عن ضغط على قيادة المقاومة وضغط على حماس وأنه حماس يكون أكثر مرونة وإذا كله إن شالت الآن مطالب المقامة لوقف إطلاق النار هي مطالب المقامة لوقف إطلاق النار والمقامة واثقة من قدرتها على القتال واثقة من قدرتها على الصمود واثقة من ثبات شعب معها خلصنا هلا هذا أدى يرتب على اللي يلعبوا لعبة الوسطات أو اللي يلعبوا لعبة الضغوط أو الإسرائيلي اللي يحاول يتملص من الاتفاق يعملوا إعادة قراءة إنه في حل من اتنين إما التساكن مع حرب استنزاف لا تتوقف وهي الحرب الاستنزاف خليني يقولك يحيى السنوار عسكري ومقاتل وأمني واللي بيعرفوا وضع غزة بيعرفوا منيح يعني إنه خطة الطوفان كان له أكتر من سبعين بالمئة من تفاصيلها طيب الآن أنا يعني لدي معلومات تقول إنه تم تطويع 30 ألف شاب فلسطيني خلال فترة الحرب التي مرت منهم عشرة ألاف أخذوا مواقعهم في القتال وهن اللي أعطوا هذا الدم الجديد في العمليات وإنه فيه إعداد لبنية قتالية استراتيجية تضم 20 ألف مقاتل مهمتها تحرير غزة بالقوة إذا لم يتم التوصل لاتفاق شو يعني تحرير غزة بالقوة يعني تدمير البنية العسكرية الإسرائيلية المنتشرة الآن في غزة 400 500 آلية تحرق 400 500 عنصر يقتلون 2000 3000 يجرحون وتعلن حماس استعادة السيطرة على غزة وخلي الإسرائيلي يعمل اللي بده إياه هلأ هذه الخطة الجديدة يعني لا إذا لم نصل إلى الاتفاق هي من شهرين والشغل والإسرائيلي عم براهن أنه بشوية ضغوط وبشوية هذا ورفح اثنين ورفح ثلاثة الإسرائيلي لم يعد لديها أوراق احتياطية أنت بتعمل حماس أيضا أنه هل قادرة اليوم حماس على القيام ما رح تعمل هيك لكنت عملته شوفي ما فيها تعمل لا مبارح ولا اليوم بكرة يمكن بكرة ليش ممكن مقاومة تتابع تراقب ما يسمى في الجيوش اللحظة الحريجة شو يعني اللحظة الحريجة هذا الجيش عم تتآكل معنوياته هذا الجيش عم يهربوا عناصره هذا الجيش نسبة الثبات بمواقعه عم تتراجع 40-50% أنا أذكر عشية التحرير بجنوب لبنان 24-25 عيار الله يرحم الحج عمال عم بيخبرني قال لي في ثلاث مواقع بالطيبة كنا مستطلعين بالنهار رحنا بالليل لنضربها ما لقينا حدا فيها أعدنا عندما يصل أي جيش إلى هذه المرحلة معناتها خلص دخل الانهيار هون بيبلش الحكي هذا الجنرال جياب بيقول تم توقيت هجوم التت الاستراتيجي عام 68 بناء على تآكل الروح القتالية في بنية الجيش الأمريكي فعندما تصل المقاومة عم ترسو عم ترائب عم بتشوف أنه هلأ بيأوسوا ورشاش أنا شفت أحد الفيديوهات بيأوس المقاتل بيرش على بيكونوا منتشرين حول الدبابة فبيعمل صلي بيركدوا بقلب الدبابة وبيسكروا الغطة عليه هون صاروا عاملين عشر مرات فيه هون بيجي حامل القاذب بيضربه قديم فيه بيقتلهم وبيعيدوه وبيجوا بيفوتوا بيتخبوا دخله بس يرش عليهم بدل ما يتموضعوا وراء مثلا ضحصينات طبيعية يعني هذا يتبادلوا إطلاق النار بيركدوا عدد بابة بيعدوا فيها وبيسكروا الطلاقة فوق رأسهم بيضربوا انقذيفة بس يصير الجيش هيك طيب شافوا فيديوهات مثل ما احنا شفناها عن المقاتل الحافي اللي طلع من الفوهة النفق حامل الشواز 30 كيلو وبيمشي فيها والدبابة مسكرة وبيحط الله إياها تحت الدبابة وبينطر ثانية اثنين 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 لا يبلش ركد لحتى تنفجر هو وبعده طيب هذا هذا الجيش الذي وصل إلى هذا المستوى متى يصل يطلق قذيفة دبابة على شاحنة لجنده ويقتل 16 منهم تتذكر لقالك يا تميخدي متفجرات أن يطلق النار على أسرة يستنجدون به باللغة العبرية أنه نحن منكن وأسرة وبدنا تحمونا لما بيوصل القول عن 6000 أخرجوا من الخدمة بسبب إصابات بالصرع لأنه ممكن يقتلوا رفقاته وهذا رأيي هو في الطريق في الطريق يعني أنت بيوصل إلى اللحظة أنت بيوصل لللحظة تتناسب مع توقيت الهجوم الاستراتيجي هذا ما أعتقد أشهر بده أسابيع هلأ بيجي الاتفاق قبل المقامة رايح على الاتفاق ما بيجي الاتفاق قبل ما رح تنطر المقامة إلى ما شاء الله ورأيي بس بلش الهجوم البر في غزة ما رح تتأخر الهجمات البرية في الجبهات الأخرى برية إي لأنه خليني أنا 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 بحكي تحليلي إي أنا رأيي هل يقدم الإسرائيل اليوم على بخول البري هو عنده هجوم بري وين بده يعمل عاوزوا بالله أصلا حتى في بعض المحللين بيقولوا مبدأ عمل تكتيكي ندخل ونظهر وعب فكره فيه رح يقبرونا بلبنان لا أنا عم أقول المقامة ممكن إذا طالت الأمور شهور أنه مزارع شبعة لبنانية والله سورية مش مهم بس الإسرائيلي لا يستطيع الإدعاء أنها له صحيح والجولان سوري والله لبناني كمان مش مهم الإسرائيلي لا يستطيع حتى لو ادعى بالأمم المتحدة هذا لسوريا وأنا رأيي مبارح سمحت السيد قال أنه ضموا ما ضموا هذا ما في شي عبثي يعني بكلام المقاومة إذا طالت الحرب وما حدا قادر يوقف ليش الناس ما بتروح وتحرر أرض اللي القانون الدولي يبيح لها استعادتها فهاي أنا رأيي يعني الحرب الكبرى عند المقاومة هي مش حرب الدمارد المتبادل هي حرب العبور والتحرير ثلاثة بدي أقول لك شي بعد القرار اللي صدر عن قرار الاستشاري عن المحكمة الدولية حول الاحتلال غير الشرعي يعني الوجود غير الشرعي بالمناطق المحتلة الآن في دراسة قانونية تطرح سؤال وين هي الأرض التي لا تعتبر فيها إسرائيل محتلة بالقانون الدولي بالنسبة لنا كلها محتلة وهذه فلسطين كلها فلسطين من البحر للنهر لكن وفق القانون الدولي لا اعتراف يعني لا شرعية لوجود دولة يهودية بالنص اللي وارد بالأرار 181 إلا على الجغرافيا التي تحدث عنها قرار تقسيم فلسطين وهاي الجغرافيا إذا حدر بيرجع طلعيها على الجوجل شو فيها فيها إصبع الجليل بس الجليل الأعلى والجليل الغربي لا الدولة العربية يعني إذا هلأ دخل الفلسطينيون من الأراضي اللبنانية مقام الفلسطيني إلى صلحة وإلى صفض وإلى هذا عم يعملوا شيء وفق القانون عم بفوتوا على الأرض لإسم الدولة العربية في فلسطين فبالتالي يعني محور المقاومة عنده سلة قانونية سياسية متسلح قيد الإعداد للخيارات المستقبلية إذا بقي الطريق مغلقا أمام الاتفاق الذي ينهي الحرب على المزل اليوم الاتفاق أيضا شو رح يصير فيه لهذا الاتفاق مع وصول يعني يحيى السنوار نحن بنعرف أنه كان يعني إسماعيل هنية هو الذي يدير هذه الاتفاقيات وكانت إسرائيل عم تتفاوض مع رأس حركة حماس وكان متشدد جدا بالنسبة لهذه المفاوضات كل يوم كيف رح تكون الشهيد إسماعيل هنية يعني كنا نتحدث خلال فترة الحرب ونحن استضفنا بمنتدى التفكير الاستراتيجي على الأونلاين حكي ساعة ونص حوار من أجمل الحوارات الفكرية وكنت أنا المضيف يعني لعم دير الحلقة الحوارية إسماعيل هنية كان في أمرين حريص عليهم الأمر الأول عين مشرفا على المفاوضات هو ما كان يروحي فاوض طبعا اللي كان يروحي الفاوض خليل الحي اللي هو نائب السنوار في رئاسة الحركة في غزة يعني اللي هو قاسم مشترك بين هنية والسنوار وأنا بمرات كنت عم بسأله يعني بطرق التواصل المعتمدة بيناتنا أنه إلى أي مدى المقاومي ممكن هذا الموضوع تمشي فيه قال لي نحن ناطرين جواب الداخل الداخل يعني غزة أنه الميدان لا جواب حماس في الداخل يعني قيادة حماس نحن ناطرين جواب الداخل هل تقبل بهذا أم لا تقبل ولا يعيبنا أن نقول أن الأجوبة على كل الأسئلة التي تطرحها المفاوضات يتوقف إقرارها أو رفضها على رأي الداخل لأنه ما فينا نحمل شيء بده مزيد من الصمود وما عنده الإمكانيات الصمود وما فينا نطالب أو نروح على تسهيلات نقدم تسهيلات بداعي أنه ليس قادرين يصمده ولازم نعمل حل سريع وهني قادرين يصمده فالأقدر على تقدير فينا نعطي أسماء أسرى ولا لا هني الأقدر على تقدير إلا مصلحة بوقف إطلاق نار بشروط فيها شوية التنازلات ولا لا أو مرود لقدر يقدر هني لذلك كان نقلا عنه للمرحوم الشهيد اسماعيل هني قال لي نحن بكل طيبة خاطر مقررين أنه هذه الأجوبة على الأسئلة التفاوضية عند قيادة الداخل يعني التي يمثلها معه إخوانه طبعا لكن يمثلها يحيا السنوار ويبقى القرار يعني مع السنوار يبقى هنا الطلبات متفقة عليها ما رح يتغير فيها شي الرهان على تخفيضها برأيي مع السنوار هني بيقولوا أنه بح ما بقى في إمكانية رهان وبرأيي هون حماس كان الذكاء الاستراتيجي أنه هي مين ما إجا ما رح يصير تغيير لكن ما أعطت الإيحاء الذي يسمح لإطالة أمد التفاوض بأوهام أنه فلان هذا معتدل هذا بيأثر عليه الدولة الفلانية يعني خيار السنوار سيسرع التفاوض عندما تسقط الرهانات على الحرب هلأ مرحلة الرهان على الحرب ومرحلة الرهان على الحرب بعد الرد الرادع من إيران ومن لبنان ومن اليمن سنرى هل ستمنح أمريكا نتنياهو تفويضا لرد على الراد معناتها راحين على موجة تصعيد أعلى هل ستقف الأمور هنا معناتها راجعين على التفاوض وعلى ما تمليه إرادة السنوار على نتنياهو يعني بدنا نشوف اليوم كلنا بانتظار الرد على الرد كيف سيكون وعليه يبنى الشيء مقتضاه يعني اليوم ما فينا نعطي أجوبة لأنه اليوم كل العالم بتقول إذا ذاهبين إلى توسعة هذه الحرب أما لا ولكن هو يمكن كله بناء على الرد هل سيرد نتنياهو على رد حزب الله وإيران بأعلى منه لأنه ممكن يرد بأدنى ويردهن بأدنى ويردهن بأدنى على الأدنى وننزل عن الشجرة صحيح مثل ما صار بـ 14 نسان رد بالأعلى فرح يكون رد بالأعلى والرد بالأعلى رح يورد أمريكا معناتها أمريكا ما يخذي أرار أنت تورد ما حدا عم تورد حدا وبالتالي معناتها قررت أمريكا أن تخوض المعركة الوجودية للهيمنة الأمريكية على العالم في الشرق الأوسط في الشرق الأوسط وإذا حدث هذا بيصير معه حق بوتين لا تستبعد الفرضيات النووية على كل حال نشوف في الأيام القادمة لوين رح تكون ذاهبة هذه الأمور نحن خلص وقتنا نتشكر خضورك معنا رئيس تحرير صحيفة البناء النأب السابق ناصر قنديل شكرا جزيلا لك ويعطيك العافلة إليك أيضا كانت حلقة ممتعة جدا يعني مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة